يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقد بلغ محمد صلى الله عليه وآله وكانت بيعة الغدير إنها ثابتة في عقولنا قبل أن تكون ثابتة في أعناقنا إنها ثابتة في قلوبنا قبل أن تكون ثابتة في أيدينا إنها ثابتة في وجداننا قبل أن تكون ثابتة في أقوالنا إنها ثابتة في فطرتنا قبل أن تكون ثابتة في أعمالنا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء القوم الكافرون هؤلاء القوم الكافرون الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة تتحدث عنهم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم الكافرون هؤلاء سقيفة بني ساعدة كفروا ببيعة الغدير جملة وتفصيل سقيفة بني طوسي يدعون الإيمان بها لفظا يقيمون طقوس الاحتفال في عيد الغدير لكن على أرض الواقع فإنهم يفسرون القرآن بخلاف مواثيق بيعة الغدير يستنبطون الأحكام بخلاف مواثيق بيعة الغدير يستخرجون العقائد بخلاف منطق علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير يؤسسون دينا جديدا يختلف بدرجة مئة بالمئة عن دين بيعة الغدير هؤلاء ألعن حينما يعرض الدين الزهرائي تتحقق هذه الحالة فيهم بدرجة من الدرجات بدرجة من الدرجات وإلا فإن المعنى هذا لن يتجلى كاملا إلا بظهور إمام زماننا ولكن حينما تنتشر الحقائق الزمن القريب من ظهور إمام زماننا المنطق يقول فضلا عن المعطيات المتوفرة لدينا المنطق يقول لا بد من تمهيد تأريخي سنن التأريخ تقتضي أن الحقائق تنكشف شيئا فشيئا قبل الظهور وأتمنى أن يكون هذا الذي أقوم به جزءا من مقتضيات سنن التأريخ في كشف الحقائق للذين يبحثون عن الحقائق بصدق وإخلاص اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم إذا أردت أن أأخذ صورة جزئية تكون من تفاريع هذا المعنى أقول للزهرائيين الذين عرفوا حقيقة مراجع النجاف أقول للزهرائيين الذين اعتنقوا الدين الزهرائي الأصيل إذا ما سمع بكم مراجع النجافي وكربلاء فإنهم يصيبهم اليأس من أنكم ستعودون إليهم في يوم من الأيام لأنهم يعرفون أنكم قد عرفتم الحقيقة والذي يعرف الحقيقة لن يتحول عنها الذي يعرف الحقيقة يكون مجبرا الحقيقة هي التي ترغمه أن يبقى ملتصقا بها حتى إذا صار خائنا للحقيقة فإنه يخونها عمليا يخونها لسانيا لكنه لا يستطيع خيانتها عقليا وقلبيا لأنها قد عششت في عقله وقلبه لا يستطيع الخلاص منها ولا يتمكنوا من الفرار منها اليوم يئس الذين كفروا من دينكم لماذا؟ لماذا؟ فلا تخشوهم وخشون لا تبالوا بهم محقيمتهم من هنا أنطلقوا في حديثي من هنا أنطلقوا في حديثي من هذه الحقائق اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حينما نعتنق الدين الزهرائية فإننا قد تمسكنا بمرحلة التأويل التدريجي تمسكنا بإمامة إمام زماننا وهذا الذي أصر عليه دائما من أنني أقول من أن بيعة الغدير الواحدة لا فائدة فيها بيعتنا بيعة الغديرين غدير علي وغدير قائم أهل محمد ولذا عبر عن اليوم التاسع من ربيع الأول في ثقافة العترة الطاهرة وهو اليوم الأول الرسمي الظاهري بين الناس من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه عبر عنه في ثقافة العترة بالغدير الثاني هناك بيعتان بيعة الغدير الأول لعليه وهي هي بيعة لله ولمحمد ولعلي ولفاطمة ولولد فاطمة من المجتبى من المجتبى إلى القائم لكن بيعة أخرى لابد أن تزين أعناقنا ولابد أن تطهر عقولنا ولابد أن تقدس قلوبنا ولابد أن نذوب فيها حبا وولها إنها بيعة الغدير الثاني إنه غدير قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وحينها تتحقق هذه المعاني كاملة نستشعرها على الأقل فيما بيننا وبين أنفسنا نستشعر بأن القوم قد أصابهم اليأس من ديننا يأس من ديننا اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم مخشوهني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة هنا يتحقق الجزء الأخير من الرسالة من هنا من هنا فإن برنامج الغدير الذي هو برنامج الله يمثل الجزء الأخير من علة تكوين الرسالة من أولها إلى آخرها فالرسالة أجزاؤها كثيرة منذ زمان أبينا آدم بيعة الغدير هي الجزء الأخير هذا هو البرنامج الإلهي الكامل المكتمل الكامل المكتمل ليس في نصوصه وألفاظه وإنما في وجود علي وفاطمة وآلهما فكمال ديننا ليس في نصوص القرآن وليس في نصوص الأحاديث كمال ديننا بوجود قائم آل محمد هذا هو كمال ديننا النصوص قابلة للتحريف نصوص القرآن ونصوص الحديث قابلة للتحريف وقابلة لأن ننساها وقابلة لأن نجهل معانيها وقابلة 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 وهي محدودة في ألفاظها إذا كان الأمر منوطا بالنصوص فإن دين ناقص وناقص 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 لأن النصوص ناقصة كمال القرآن لارتباطه بالمعصوم وكمال الحديث لارتباطه بالمعصوم من دون المعصوم فإن القرآن يبقى كتابا محدودا هذا التبيان لكل شيء في القرآن ليس في هذه الألفاظ وإنما في قلب المعصوم فهذه الألفاظ ظهور لفظي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سيكون محدودا بحدودنا لذلك بإمكاننا إذا توصلنا معه يمكننا أن نصل إلى هذه الغاية أن تكون عقولنا سليمة لكن حقيقة كمال القرآن في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه اليوم أكملت لكم دينكم هذا الإكمال ليس في مستوى النصوص هذا الإكمال في مستوى الحقيقة الكاملة والحقيقة الكاملة ليست موجودة لا في نصوص القرآن ولا في نصوص أحاديث العطرة الحقيقة الكاملة موجودة في ذات المعصوم والقرآن ملتصق به والحديث متفرع عنه افهموا دينكم هذه ثقافة العطرة الذي يقولونه لكم عبر الفضائيات المرجعية الوسخة وعبر هؤلاء الخطباء الحمير أتحدث عن الخطباء الذين يقال لهم الخطباء الحسينيون هؤلاء الخطباء اليزيديون خصوصا الذين ينتمون إلى المرجعيات إلى المرجعية السستانية إلى المرجعية الشيرازية إلى سائر المرجعيات الأخرى هؤلاء يقدمون لكم ثقافة مبتورة ثقافة بتراء الثقافة الحقيقية هي هذه التي تستند إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم بلباب تفسيرهم إنني أحدثكم عن تفسير آيات قرآنهم بلباب لباب تفسيرهم من كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعتقد أن الصورة باتت واضحة في هذا التوضيح وهذا يقودني للحديث عن البرنامج الإبليسي الذي بدأ منذ نزول إبليس إلى الأرض مع أبينا آدم وظهر عمليا على أرض الواقع بمقتل هابيل إنها الجناية الإبليسية الكبيرة الواضحة واستمر الأمر متواصلا إلى لحظة سقيفة بني ساعد حيث حقق أبو بكر وعمار الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي في تلك السقيفة المشؤومة ومن هنا صار التركيز عليهما وإلا فإن الأمر إذا رجع إلى الرجلين بما هما هما لا قيمة لهما المشكلة في الجزء الأخير الذي قام بإنتاجه وتحقيقه وتفعيله من برنامج إبليس والذي أدى إلى تعطيل البرنامج الإلهي واستبدال ذلك ببرنامج جديد إنه برنامج القرابي المضامين التي مرت في دعاء صنمي قريش وهو الدعاء المروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه المضامين تحدثنا عن تفاصيل الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي حيث قام هذان الرجلان بتنفيذه ومن هنا فإن كل السيئات التي ارتكبت في البرنامج الإبليسي نسبت إليهما حتى قبل تحقق وجودهما الدنيوي المادي لا أريد أن أعيد قراءة دعاء صنمي قريش وإنني قرأته عليكم من الجزء الثاني والثمانين من بحار الأنوار للمجلسي وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة الستين بعد المائتين بالرقم الخامس حيث بدأ الدعاء الشريف اللهم العنصنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها قبل لحظة سقيفة بني ساعدة لم يكن أبو بكر وعمر بهذه الأوصاف متى كان أبو بكر وعمر يتصف بأن كل واحد منهما صنم لقريش بأن كل واحد منهما جبت لقريش هذه العناوين كبيرة بأن كل واحد منهما طاغوت لقريش بأن كل واحد منهما إفك لقريش اللهم العنصنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما هذه العناوين لم تكن متحققة لأبي بكر وعمر قبل سقيفة بني ساعد هذه العناوين تحققت بنحو كامل بعد أن اكتمل الجزء الأخير على أيديهما في سقيفة بني ساعد من البرنامج الإبليسي فصارت هذه العناوين الدعاء الشريف دعاء صنمي قريش يشتمل على ثمانين عنوانا هناك ثمانون عنوان هذه العناوين تتحدث عن الجرائم التي ارتكبوها إنها جرائم سقيفة بني ساعدة في حربها على الله وعلى رسول الله وآل رسول الله ما جاء في الرواية في فضل هذا الدعاء من أن الداعي به كرامي مع النبي في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم بمليون سهم وهذا العدد ليس عدداً رياضياً لأن أكبر الأعداد في لغة العرب هي هذه فلا يوجد في لغة العرب المليون مثلاً وما بعد المليون إن الداعي به كرامي مع النبي في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم هذا الكلام لا يمثل تماماً فضيلة هذا الدعاء هذا الكلام يمثل جانباً من الحقيقة نبينا وآل نبينا حدثونا بلسان المدارات وهذا الكلام مأخوذ عن أمير المؤمنين أمير المؤمنين حدثنا بلسان المدارات هم يقولون والله ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا إننا نكلم الناس على قدر عقولهم قد يستكثر البعض هذا المعنى من أن الذي يقرأ كلمات وهو في بيته وهو آمن وهو مرتاح كيف يكون له الأجر كرامي مع النبي في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم القضية ما هي بسوق بقالين القضية ما هي بقيمة نزنها كما يزن البقال مضمون الدعاء يتحدث عن الحقائق التي حدثتكم عنها يتحدث عن عظمة بيعة الغدير وعن خطورة البرنامج الإبليسي الذي عطل برنامج الغدير وأن المؤمن الزهرائي لا بد أن يكون على وعي بهذا فهذا الأجر الذي ذكر في الرواية دون الأجر الحقيقي لخطورة هذا الدعاء ولخطورة مضمونه نحن نتحدث عن المشروع المهدوي الأعظم نحن نتحدث عن برنامج الله الأكبر إنه برنامج الغدير والذي عطل ودمر ببرنامج إبليس الذي نفذ بيد هذين الرجلين المشكلة مشكلة كبيرة جدا مضامين الدعاء لا تمثل كل جرائمهم وإنما تتحدث عن المجموعة البارزة الواضحة من جرائمهم جريمة سقيفة بني ساعدة أكبر مما جاء في دعاء صنمي قريش أكبر بكثير أكبر بكثير حتى هذا الدعاء جاء بلسان المدارات لأن الدعاء تحدث عن معلومات يمكننا أن نجدها في كتب التأريخ المزير مع أنهم زيفوا ولكن كثرة جرائمهم لا يستطيعون إخفاءها لا زالت أثار جرائمهم في كتبهم في كتب تأريخهم أتحدث عن سقيفة بني ساعدة في كتب حديثهم في كتب سيرهم لا زالت آثار الجرائم موجودة الدعاء لم يتحدث عن كل جرائمهم تحدث عن جانب من جرائمهم لأن الأئمة خاطبون بلسان المدارات الدعاء صياغته مداراتية والثواب الذي ذكر بلسان المدارات أيضا إذن هل أحسستم ولو بنحو طفيف بعظم جريمة هؤلاء وهل أحسستم ولو بنحو طفيف بعظم مظلومية علي إنه المظلوم الأول في الإسلام هكذا تصفه ثقافة العترة الطاهرة المظلوم الأول والمظلوم الأكبر علي علي كان مجمعا لظلامة رسول الله ظلامة رسول الله جمعت في علي ظلامة فاطمة جمعت في علي ظلامة الحسني والحسين جمعت في علي وظلامة علي جمعت في علي هذه المضامين التي يتحدث عنها دعاء صنمي قريش من أن الرجلين مع ابنتيهما حارب رسول الله وحارب دين رسول الله القرآن يصدق هذا حينما نذهب إلى سورة التحريم حيث نجد هذا الخطاب إنه خطاب لعائشة وحفصة في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن رسول الله وآل رسول الله وإن تظاهر عليه هذا التظاهر كيف تم هذا التظاهر تم بأبي بكر وعمر الخطاب موجه لعائشة وحفصة كيف تم التظاهر تم التظاهر بأبي بكر وعمر مثل ما تحدثنا العترة الطاهرة ولذا فإن الله هكذا يقول فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هذه كلمات علي في أبي بكر وعمر اللهم العنصنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما الذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك إلى هنا قد وصلت إلى العنوان الثالث بعد العاشر إلى العنوان الثالث عشر تستمر العناوين إلى العنوان الثمانين هذه المضامين تمثل جانبا من قول علي أمير المؤمنين في أبي بكر وعمار قد يقول قائل إنني لا أقبل بهذا الكلام تلك مشكلته لكنني أقول له هذا صحيح مسلم هذا ما هو بكتاب شيعي ولا علاقة لهذا الكتاب بالعترة الطاهرة هذا صحيح مسلم هذا صحيح مسلم توفي أعني مسلم في سنة الحادية والستين بعد المائتين ميتين وواحد وستين للهجرة وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى الفين وأربع ميلاد مر علينا هذا الكلام في الحلقات المتقدمة كتاب الجهاد والسير هو الكتاب الثاني والثلاثون من كتب صحيح مسلم إنه الباب الخامس عشر باب حكم الفي رقم الحديث أربعة آلاف خمسمية وثلاثة وتسعين رقم الصفحة ستمية وأربعة وسبعين بسنده بسند مسلم صاحب الصحيح الرواية طويلة والحديث منقول عن عمر بن الخطاب عمر يقول لأمير المؤمنين من أنك تعتقد في أبي بكر هكذا من أنه كاذب آثم غادر خائن هذه عقيدة علي في أبي بكر وحتى في عمر فعقيدة علي في أبي بكر هي هذه والذي يخبره بها عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين يبقى ساكتا لم يقل بأنني لا أعتقد في أبي بكر هكذا سكوت الأمير تقرير من تصديق لقول عمر من أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يعتقد في أبي بكر من أنه كاذب آثم غادر خائن وهل هذا الذي نقله عمر بن الخطاب إلا المضمون الإجمالي وربما أكثر لما جاء في دعاء صنمي قريش وعلي أيضا يعتقد في أن عمر بن الخطاب عمر يقول له من أنك تعتقد في من أنني كاذب آثم غادر خائن ومير المؤمنين سكت وما تكلم إذا أردنا أن نقول من أنه سكت عن الكلام في أبي بكر فأبو بكر لم يكن موجودا كان ميتا لكن عمر كان حاضرا وهو وهو في مواجهة مع أمير المؤمنين يقول له من أنك تعتقد في من أنني كاذب آثم غادر خائن أمير المؤمنين ما رد عليه لأنه فعلا يعتقد في عمر هكذا عمر قال من أن أبا بكر صادق بار راشد تابع للحق وقال عن نفسه إني لصادق بار راشد تابع للحق ما دح نفسه كذامها قد يقول قائل المعصوم يمدح نفسه المعصوم معصوم حينما يمدح نفسه يمدح نفسه لحكمة وغاية معصومية نحن ما عندنا كلام مع المعصوم كلامنا مع غيره ما دح نفسه كذامها هذا الكلام يتعلق بي وبأمثالكم وبأشباهنا وحال عمر كحالنا على أي حال إذن هناك رأيان هناك عقيدتان هناك عقيدة علي في أن أبا بكر كاذب آثم غادر خائن وفي أن عمر ابن الخطاب كذلك كاذب آثم غادر خائن وهناك عقيدة عمر في أبي بكر من أنه صادق بار راشد تابع للحق وكذلك عقيدة عمر في نفسه من أنه صادق بار راشد تابع للحق عقيدة علي في أبي بكر وعمر من أن كل واحد منهما كاذب آثم غادر خائن هذا المضمون الذي ذكره عمر بنفسه لعلي وعلي صلوات الله عليه قرر ذلك وما اعتذر عن هذا ولا نفى عقيدته من أنها تكون هكذا ما هذا بيان إجمالي لكل الذي جاء في دعاء صنمي قريش وربما إذا أردنا أن نشرح هذه العناوين من أن كل من أبي بكر وعمر من أن كل واحد منهما كاذب آثم غادر خائن إذا أردنا أن نشرح هذه الكلمات لا بد أن نشرحها وفقا لبلاغة علي ووفقا لثقافة القرآن ووفقا لثقافة العترة الطاهرة فهذا كلام علي هذا ما هو بكلام عمر عمر هنا ينقل كلام علي فلا بد أن نشرح هذه الكلمات وفقا لثقافة علي وبلاغة علي إذا أردت إذا أردت أن أسب في شرحها فإن مضامين دعاء صنمي قريش تكون قليلة بالقياس إلى التفاصيل المودعة في هذا الإجمال سيكون دعاء صنمي قريش جزءا من تفاصيل هذا الإجمال العلوي هذا هو صحيح مسلم علي هو الذي يقول عن أبي بكر وعمر من أنهما كاذبان آثمان غادران خائنان اللهم العن صنمي قريش وجبتيها إلى أن يقول اللهم العنهما بكل آية حرفوها هذه هي الخيانة والغدر اللهم العنهما بكل آية حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام عطلوها وأرحام قطعوها إلى أن يقول وعقبة ارتقوها ودباب دحرجوها هذه العقبة التي في طريق تبوك حينما قرر الصحابة أن يقتلوا رسول الله وكانوا قد خططوا لقتل علي في المدينة لأن النبي قد ترك علي في المدينة وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى حديث المنزلة الذي سمعه المسلمون بأجمعهم من رسول الله حينما أراد الخروج إلى تبوك وأبقى علي في المدينة المنورة وقد خططوا لقتل علي إمامنا العسكري في تفسيره الشريف حدثنا عن جريمة القوم عن جريمتهم في طريق النبي وعن جريمتهم في المدينة لكنهم فشلوا فشلت مخططاتهم فكانوا قد صنعوا دبابا أكياسا من جلود الحيوانات من جلود الحمير والثيران وملؤوها بالحجارة وعند الليل كان النبي يسير في طريق ضيق على الجبل هي هذه التي يقال لها العقبة فكان أبو بكر وعمر والذين معهما يرمون بهذه الدباب بين أرجل ناقة النبي حتى كادت أن تقع من أعلى الجبل إلى الهوة السحيقة في الوادي ولكنهم فشلوا بعد ذلك الحكاية مفصلة في رواياتنا مفصلة ومفصلة جدا في أحاديث العترة الطاهرة آثارها آثارها موجودة في كتب القوم هذا هو الجزء السابع من كتاب معروف من كتبهم من كتب مكتبة سقيفة بني ساعد المحلى بالآثار هذا المحلى لابن حازم الأندلسي المتوفى سنة 456 للهجرة وهذا هو الجزء السابع إنها طبعة الدار العالمية للنشر والتجليد القاهرة مصر هذا كتاب من كتبهم المركزية الذين يتبعون المذهب الظاهري وكان مذهبا كبيرا في سالف الزمان لا زالت بقايا موجودة إلى يومنا هناك في السعودية من علماء الدين عندهم ومن المبلغين والخطباء ممن هم على هذا المذهب في زماننا على أي حال أنا لا أريد أن أتحدث عن المذهب الظاهري هذا هو الجزء السابع من كتاب المحلى لابن حزم الأندلسي صفحة 384 يضع العنوان التالي مسألة التعريف بالمنافقين والمرتدين إلى أن يقول صفحة 424 أتمنى عليكم أن تنصتوا وأما حديث حذيفة إنه حذيفة بن اليمن وكان مرافقا لرسول الله في سفره إلى تبوك وكان قريبا من رسول الله حينما قام القوم يرمون بذبابهم بين أرجل ناقة النبي فحدث وميض هائل في السماء فانكشفت صور القوم رآهم حذيفة بن اليمن رآهم حذيفة بن اليمن وعرفهم رآ أبا بكر وعمر وفلان وفلان الذين كانوا يريدون قتل رسول الله هذا الحديث موجود عندنا بالتفصيل وموجود في كتب القوم حرفوه صحفوه لكن البقية التي تشهد بالحقيقة موجودة هذا كتاب من كتبهم والمؤلف توفي سنة 456 للهجرة إنه ابن حزم الأندلسي يقول ابن حزم نحن لا نتوقع من هذا الناصبي من ابن حزم ومن أمثاله من أنه سيقبل هذه الحقيقة هو يريدها وينكرها وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد ابن جميع هذه طرقكم طرق نواصب سقيفة ابن ساعد وهو هالك ولا نراه يعلم من وضع الحديث فإنه قد روى روى أخبارا ليس خبرا واحدا هناك أخبار فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب هكذا هذه وآله ليست من عندي المكتوب في الكتاب هكذا أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك هو يعلق على هذا وهذا هو الكذب الموضوع الذي يطعن الله تعالى واضعه فسقط التعلق به والحمد لله رب العالمين لا يوجد دليل عنده على تكذيب هذه الأخبار إلا هذا الهراء إذن هذه الأخبار وهي كثيرة موجودة في كتبه نحن لا نتوقع منهم أن يصدقوا أن يقبلوها لكنها موجودة القرآن يصدقها أفإن مات أو قتل هناك محاولات لقتله فشلت هذه المحاولة لكنهم نجحوا في تسميمه حينما اتفق أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة على تسميم النبي وسمموه وقتلوا بحسب أحاديث العترة الطاهرة لا بحسب سقيفة بني ساعدة ولا بحسب سقيفة بني طوسي إنها السقيفة اللعينة القذرة أقرأ أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد بن جميع وهو هالك ولا نراه يعلم من وضع الحديث فإنه قد روى أخبار هناك أخبار فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي ولذلك عمر اختارهم في الشورى فعثمان كان في الشورى العمرية وطلحة كان في الشورى العمرية وسعد بن أبي وقاص كان في الشورى العمرية وأضاف إليهما عبد الرحمن بن عوف والزبير وأمير المؤمنين علي فهؤلاء جعلهم عمر في الشورى العمرية أمير المؤمنين يقول إن عمر فعل هذا أراد قتلي أراد قتلي ولكن أمير المؤمنين تجاوز الشورى العمرية وتجاوز المخطط العمرية لقتله أمير المؤمنين هو الذي يقول في رواياتنا وأحاديثنا المنقولة عن أمير المؤمنين علي بن عبي طالب يقول إن عمر وضع هذه الشورى أراد قتلي أراد قتلي فهؤلاء هم الذين أرادوا قتل رسول الله وقتلوا رسول الله بعد ذلك فإنه أي الوليد إنه الوليد ابن جميع من رواةه من رواة النواصب فإنه قد روا أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك هذا هو الذي يشير إليه دعاء صنمي قريش وعقبة ارتقوها ودباب دحرجوها مضامين الدعاء بالإجمال وبالتفصيل موجودة في كتبه موجودة في كتبه ألا لعنة على منهج مراجع حوزة النجف لماذا إذن تضعفون هذا الدعاء من طيح الله صبقكم طيح الله أحظكم يا مراجع النجف يا حمير الشيطان نذهب إلى فاصل إذن نحن أمام اتجاه علوي واضح في الموقف من أبي بكر وعمر وهناك الاتجاه الآخر وهو الاتجاه العمري حيث يمدح عمر أبا بكر ويمدح نفسه وعلي في الوقت نفسه يذمهم ذما شديدا فبقول من تأخذون أنتم أحرار يمكنكم أن تأخذوا بقول عمر ويمكنكم أن تأخذوا بقول علي بالنسبة لي فإنني أأخذ بقول علي وإذا ما سألتمون لماذا أأخذ بقول علي لأن القرآن يؤيد قول علي لأن القرآن يذم أبا بكر وعمر ولأن القرآن يقف مع علي صلوات الله عليه هذه سورة الحجرات هذا البخاري صحيح البخاري البخاري توفي سنة 256 للهجرة وهذه طبعة دار صادر وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي الكتاب الخامس والستون من كتب البخاري كتاب تفسير القرآن رقم الصفحة 881 إنه الباب الأول باب لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي رقم الحديث 4845 بسنده بسند البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وتحدث عن بقية التفصيل حيث دخل في مشاجرة بمحضر النبي ورفع أصواتهما إلى سائر ما جاء في الحكاية فسورة الحجرات هي في أبي بكر وعمر بحسب البخاري البخاري وهكذا يقول كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ثم في آخر الخبر يقول بعد أن نزلت الآيات فما كان عمار يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه يعني بعد نزول الآيات كان عمار لا يتكلم بشيء لا يرفع صوته وإنما يتكلم بهدوء كذاب هذا البخاري ماذا فعل عمار في رزية الخميس ماذا فعلوا ألم يرفعوا أصواتهم وكان النبي في أحرج لحظات حياته في الساعات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وآله كذاب هذا البخاري هذا هو تحريف البخاري وكذب البخاري عمر إلى آخر لحظة من حياة رسول الله هو يسيء الأدب مع رسول الله وهذا كان ديدنه هذه تربية الرجل الرجل من عائلة منحطة وضيعة وهذه أخلاقه كتب التأريخ السنية مشحونة بالأخلاق السيئة لعمر أتعلمون أن عمر في مرحلة تعذيب المسلمين كان مسؤولا عن تعذيب النساء لماذا اختاره طغاة قريش لتعذيب النساء لأنه كان لا يملك حياء كان لا يملك غيرة كان لا يملك خلقا لذلك كان مسؤولا عن تعذيب النساء وكان يعذب النساء حتى يصيبه التعب هذا مذكور في كتبهم حتى يصيبه التعب وبعد ذلك يعتذر يعتذر من النساء المعذبات من أنه لم يستمر في تعذيبهن لأنه قد أصابه التعب هذه الوقائع إنني قد رصدت الكثير منها وذكرتها في برنامج قتلوك يا فاطمة عودوا إلى ذلك البرنامج كي تطلعوا على مثل هذه التفاصيل على الكثير من هذه النماذج لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في هذه الحلقات التي يحكمها الوقت لأننا في أيام شهر رمضان لا أجد فسحة من الوقت كي أفصل القول في مثل هذه المطالب فهذه أكاذيب البخاري يقول فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه كان يتكلم بهدوء بعد نزول الآيات لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك هو البخاري نفسه هو البخاري نفسه حدثنا عن رزية الخميس في الصفحة الرابعة والثلاثين إنه الحديث 114 بسنده عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده لو كان عمر مؤدبا هل كان يقول قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا وعندنا كتاب الله حسبنا النبي يقول أنا أريد أن أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده عمر من هو عمر حتى يقول من أن النبي غلبه الوجع وإن عمر ما قال هذا هذا تحريف البخاري قال إن الرجل ليهجر إنه يهدي إلى آخر ما قال عمر فاختلفوا وكثر اللغط في بيت النبي وسيد الموقف الموقف الخسيس قطعا هو عمر قال قوموا عني طردهم طردهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذه الجرأة أين كانت من عمر في غزوة حنين لقد كان في أول الفارين ما أنا الذي أقول البخاري هو الذي يقول صفحة 756 إنه الكتاب الرابع والستون كتاب المغازي الباب السادس والخمسون رقم الحديث أربعة آلاف ثلاثمية واثنين وعشرين عن أبي محمد مولى أبي قتادة بسند البخاري عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبي قتادة قال لما كان يوم حنين إلى أن يقول وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في الناس في الناس المنهزمين فقلت له ما شأن الناس يا بطال قال أمر الله أمر الله هكذا قدر الله لنا أن نفر من ساحة المعركة أين كانت بطولة عمر هذا هو البخاري ما أنا الذي أقول لما كان يوم حنين إلى أن يقول وانهزم المسلمون وانهزمت معهم أبي قتادة يقول فإذا بعمر بن الخطاب في الناس في المنهزمين فقلت له ما شأن الناس ما الذي حدث قال أمر الله الله قدر لنا أن نفر من ساحة المعركة هؤلاء هم أبطال الإسلام الجبان كذاب المعروف عن الجبان في أغلب حالاته يكون كذابا بينما الشجاع في أغلب حالاته يكون صادقا ماذا نقرأ في سورة الحجرات في سورة الحجرات من الآية الثانية إلى الآية الرابعة بعد البسملة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هذه في أبي بكر وعمر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم بحسب البخاري لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يعني أن أبا بكر وعمر لم تمتحن قلوبهم للتقوى لأنهم لا يغضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين يغضون أصواتهم وهم بقوا على هذا الحال إلى آخر لحظة مع رسول الله والدليل رزية الخميس يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قد يقول قائل من أن الآية خطبت الذين آمنوا بحسب تفسير العترة لقرآنها فإن هناك في القرآن من الآيات تخاطب الذين آمنوا وتدخل المنافقين معهم باعتبار أن الخطاب يكون عاما للجميع والمنافقون كثيرون في وسط الصحابة كثيرون جدا من المهاجرين والأنصار يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى خرج المنافقون هنا من الإيمان وعلى رأسهم أبو بكر وعمر خرجوا من الإيمان لأن الآية واضحة إن الذين يغضون أصواتهم وما كان أبو بكر وعمر هكذا والدليل إلى آخر لحظة في حياة النبي رفعوا أصواتهم بوجه رسول الله في رزية الخميس إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هي هذه المجموعة التي ما كانت تحسن الأدب مع رسول الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أكثرهم لا يعقلون فهل تأخذون بكلام هؤلاء أم تأخذون بكلام علي إنني أأخذ بكلام علي حينما أقرأ في شورة الأحزاب في الآية العاشرة بعد البسملة وما بعدها الخطاب للصحابة الذين كانوا مع رسول الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم الحديث عن الأحزاب عن قريش والقبائل الأخرى واليهود إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلى آخر الآيات لن يستطيع عالم سني منصف أن يقول من أن علي في هذه الآية ولن يستطيع أن يخرج أبا بكر وعمر من هذه الآية علي أين؟ علي هنا علي هنا علي موجود في سورة الأحزاب لكنه ليس موجودا في الآية العاشرة بعد البسملة وما بعدها علي موجود هنا في الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة من سورة الأحزاب عطر علي يفوح من هذه الآية ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وحق الزهراء هذه كتبهم وحق علي بن أبي طالب هذه كتبهم كتب سقيفة بني ساعد الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي من كبار علماء الشوافع المتوفى سنة 911 للهجرة وهذا هو الجزء السادس من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى 2001 ميلادي صفحة 521 في تفسير هذه الآية التي تلوتها عليكم من سورة الأحزاب وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي وابن عساكر كل هؤلاء أخرجوا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف قراءة وليس تفسير أنه كان يقرأ هذا الحرف وكفى الله المؤمنين القتاله بعلي بن أبي طالب والله هكذا نزلت هذا موجود في رواياتنا وفي روايات القوم هذا هو علي بن أبي طالب ومع ذلك فإننا نقرأها بقراءة حفص هذا القارئ الكذاب أئمتنا أمرون أن نقرأ بقراءة القوم بقراءة الكذابين محافظة على المصحف الموجود كي لا يطاله تحريف أكثر من الذي وقع فيه أمرون أن نقرأ بقراءتهم ولكنهم أمرون أيضا أن نفسر بحسب قراءة أهل البيت أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع هذه كتبه هذه كتبه إنني ما قرأت من كتب الشيعة وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي وابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب قلت لكم عطر علي يفوح من هذه الآية أما رائحة أبي بكر وعمر وسائر الصحابة تفوح من هذه الآيات وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا والحديث هنا عن المؤمنين مع المنافقين يستمر القرآن فيقول وإذ يقول المنافقون الذين هم جزء من الصحابة وجزء من هؤلاء الذين وصفوا بأنهم مؤمنون هذا وصف إجمالي وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلى آخر ما جاء من الآيات التي تتحدث عن عورات الصحابة وعلى رأسهما أبو بكر وعمر إذن هل تقولون بقول علي أم تقولون بقول عمار وقت الحلقة انتهى للحديث صلة كل هذا كي تعرفوا لماذا يقوم إمام زماننا بنفس قبري الرجلين كل هذه الحقائق وضعت بين أيديكم لإدراك حقيقة فعل إمام زماننا التي يكون مضطرا عليها وإلا فلا قيمة لهما عند إمام زماننا لا قيمة لهم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريون هم أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء بتريون هم طوسيون هم والهوى والهوى بتري وهذا هو الفارق بين الثقافة الزهرائية وثقافة البترية القذرة النجسة اللعين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله